بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله حبابي والطلاب سانة قولها عدادة. ان شاء الله معدنا كل سنة وانتو طيبين. ان شاء الله النهاردة معدنا مع اول درس من الدرس الرسمية في كتاب الوزارة. الدرس الاول هنا بيتكلم عن حاجة اسمها التناسب. والتناسب ده انت عارفه قبل كده. التناسب لو جيت تفكر في الكلمة يعني ايه تناسب? والله تناسب جاي من كلمة نسبة. واحنا خدنا النسبة قبل كده. تلك النسبة دي انت بتسمعها في كلمة ايه? يعني انا والله تجي تفتف موضوع يعني تقوله بالنسبة لي انا لو انا ما كانت كنت عملت كده. فالنسبة يعني ايه النسبة? النسبة دي مقارنة بين عددين. مقارنة بالعددين. طب مقارنة بين عددين يعني ايه? اه يعني عددين بتقسمهم على بعض. يعني زي الكسر بالزبط. فانت النسبة اللي هي زي الكسر بالزبط. فانت عارف لعني ايه نسبة? اه تقول لي ازيها مستر. يا ما اقول لك نص. فانت النسبة هتقول لي نص. والله ده نص. النسبة دي نص. انا مثلا الفلوس اللي معي بالنسبة لك نص الفلوس اللي معك. فانت تفهم ايه? والله النص ده ممكن يبقى كام? افهم اننا مثلا لو معي خمسة يبقى انت معك كام? عشرة. صح? اه والله النص ينفع خمسة ازي الخمسة بالنسبة للعشر. برافو. اللي المقارنة بين عادلين. بتقارن بين عادلين. طب مستر النص ده ينفع زي ايه? مثلا ما اقول لك انا معي نص الفلوس اللي معك. فانت تفهم ايه? اه نص ده ينفع مسلا تلاتة من ستة صح? تلاتة من ستة ده نص هو ده الدرس بتاع النهاردة. ايه هو الدرس بتاع النهاردة? التناسب. يعني ايه التناسب? ان انت بتساوي نسبتين نسبة ونسبة نسبة. بتساوي نسبتين على الاقل يعني ممكن يبقى تلات نسب ممكن يبقى اربع نسب ممكن يبقى اكثر. طب انا مش فاهم. تلما يجي مسلا واحد يعدي بتاع طماطم زي اي حد مسلا في الشارع ومسلا يقول لك كيلو الطماطم بعشرة جينة. خلها بعشرين جينة عشان ما عادش حاجة بعشر. كيلو الطماطم بكام بعشرين جينة. يبقى انت تفهم ان الاتنين كيلو بكام. ها? باربعين صح? طب التلاتة كيلو بكام. بستين. ها? الاربع العشرة كيلو بكام. اكتبها ليه تحت في في الكومنت. مستر. ايه هي النسبة? والله النسبة. انين انت بتاخد نسبتين? ووليكم مسلا النسبة دي. دي نسبة? ونسبة دي. بتسوهم ببعض. ده بس التناسب. ايه? هو التناسب? تساوي النسبتين على الاقل. يعني انا هاخد النسبة الكسر ده مع الكسر ده. فانت يطلع لك التناسب. اللي هو درس النسبة اللي انت اخدته في ستة بتبقيت. بس بتساوي النسبتين ببعض. اللي هو مسلا تقول له. الواحد على عشرين. زي الكنين على الاربعين. وعند لك خبر كويس. ايه هو الخبر الكويس? ان انت هينفع تستخدم الاقل الحزب. تبقى تقول له مستر هو ايه. اه ما عبش ماندس ما? بقى انا مش ان اللي فوق ده مسلا كيلو طماطم ولا تحت ده السعرها. الكيلو بقى عشرين. بقى الاتنين كيلو بقى اربعين. بتساوي مين كمان? ممكن اكتبها التلاتة بستين. ممكن اكتبها الاربعة بتمانين. فده تناسب. مستر. لما اقول لك واحد يقول لي تناسب انا بسمعها مسلا قريبة من كلمة نسيدي. اقول لك دان سيدي. دان سيدي يبقى بينه وبينه وعلاقة. بينه وبينه وعلاقة. نفس الفكرة. لما اقول لك ده ارقام متناسبة. تعمل تناسبة. يبقى في بينها علاقة. طب ازاي? مستقر هو ان لو قتلك مسلا كيلو بعشرين جنيه. اللي اتنين كيلو باربعين جنيه. العلاقة بين الاربع ارقام دول. والله انت ممكن تقول له ان الاربع ارقام اللي قدامك دول. اللي هم الواحد ها? رتبهم كده. والعشرين. رتبهم جنب بعض. والاتنين. والاربعين. ده ارقام متناسبة. ارقام بينها تناسبة. طب تفهم ايه? افهم ان انت لو جيت ضربت الرقمين اللي عالطرفي. حصل ضرب الطرفين الرقمين اللي عالطرفي. اضربهم كده? واحد في اربعين بكم? باربعين. واضرب الرقمين اللي في النص. اتنين في عشرين بكم باربعين. فانا استفاد لو عند ارقام متناسبة. استفاد حكتين. خاصيتين. مستين. ايه اول ميزة? انها مستقر حصل ضرب الطرفين الرقمين اللي على الاطراف. الطرفين. زي مسلا بلعب كرة الطرفين بتوعد. بطلعوا القدام. حصل ضرب الطرفين? بيساقه حصل ضرب الوسطين. الوسطين. لو انت في انت الدرسة او عايز يوصلك بقية الدروس انزل تحت الفيديو وعمل لايك. ويريك تعمل مشاركة عشان القناة تكبر ونوصل لأكبر عدد من زمان. وينبك السبب? مستر تاني. لو قال لك فيه ارقام متناسبة. متناسبة يعني فيه بينها تناسب يعني فيه بينها علاقة. فتفهم. اول حاجة تفهمها انه حصل ضرب الوسطين الطرفين. الاتنين اللي الطرف بيساقه حصل ضرب الوسطين. هتقول لأ مستر انت كده لخبطين حبيبي بص احنا التناسب يعني ارقام بينها علاقة. ايه العلاقة اللي عندي? اني انا اجيب لك كسرين. الكسرين دول. لو في بينهم تناسب تفهم ان مين تبدل ما هي كسرين همك? ممكن تكتب الاربع ارقام جنب بعض والاتنين اللي على الطرف. لو ضربتهم في بعض بيساقه حصل ضرب الوسطين. طب تيمة. انا لو قلت له. نص مسلا. بتساوي كم? هتقول اللي بتساوي مثلا خمسة على عشر. نص بخمسة على عشر. ده ارقام متناسبة? مش النسبة دي بتساوي النسبة دي? اه يبقى داس المتناسبة. طيب انا استفاد ايه? استفاد باش مهندس. اني انا ممكن اكتب الارقام كده. بدل ما هي وقفة رأسي اكتبهم جمه بعد. اقول له الواحد والاتنين والخمسة والعشرة. ده ارقام متناسبة. طب تفهم ايه باش مهندس. اقفهم ان حصل ضرب بالطرفين والاتنين اللي اعترف. ثم امام حصل ضرب الوسطين. خلاص? لو جاب لك كاسرين بيسوا بعض. استفاد. استفادها مستر. انه حصل ضرب. اعمل حاجة اسمها ضرب تبادولي. اعمل زي كروس كده. مقصة. لو ضربت اللي اتنين دول في بعض. بكامل? بعشر. طب لو ضربت اللي اتنين دول في بعض. بكامل? بهم. واحد في عشرة بكامل? برضو بعشرة. فتستفاد انه لو عندك ارقام متناسبة يبقى فيه عندك ضرب تبادولي. تقدر تعمل مقصة انه قروش سيقضي بعضها. رب تهياني مستر السؤال هيجيلي ازاي? الاول قبل ما اقول لك السؤال هيجيلك ازاي? انت النسبة بتقدر تطبق عليها قوانين الكسور. ايه يا قوانين الكسور? ان انا لو قلت لك واحد مثلا جاب خمسين من م FA. خمسين من مية ده اقدر اكتبها ازاي? والله اقدر اكتبها. نص. خمسين من مية ده نص. وصح? طب ايه هي? الخمسين من مية هي هي نص واتغيرتش Libr. يبقى الخمسين من المية بتصوى نصف. طب ايه? ايه اللي تقدر تطبقها عن نسبة? قادر اطبق عليها هي النسبة اعتبر مسألة اسمها. ده اسمه على ده. وايه اللي شبه الاسمه? بالضرب. فانت تقدر تطبق عليها ان انت تختصر بالاسمه وبالضرب. ازاي? يعني مسلا الواحد يقول لك الخمسين دي انا ممكن اكتبها خمسة في عشرة. طب قول مية عشرة في عشرة. وكانس العشرة دي مع العشرة دي. طب الخمسة قديم العشرة. والله الخمسة دي تنفع خمسة في واحد والعشرة خمسة في الاتنين. وكانسي الخمسة مع الخمسة ففضلت نص. أو خمسين على مية الخمسين فاكم خمسين واحدة. والمية فاكم خمسين اتنين. فقسمتك. او ارتراح دماغك وجيب الالة الحزبة. فين الالة الحزبة بتاعتك باشمهم ؟ والله الالة الحزبة بتاعت ايه? النسبة اللي عندناها هي كتوانام الخمسين من الريضة. ومعامل كسر. ها? وانت مصرح لك بالقالة الحزبة. تكتب خمسين. فتنزل تحت وتكتب نية. فضل قد سير. طلع الدكام. بنص. بس فانت مصرح لك بالقالة الحزبة السندي. ليه? لان هتقعد تعمل عمليات كتير. فش هو اللي هو هيقول لك انجز نفسك بالقالة الحزبة? بس لازم تبقى فاني. طب تاني. انا لو انا قلت لك هكو شمال بس? تعال نشوف الاسئلة بتاعك ما هتجي ازاي? النسبة هي هيها القصور. النسبة هي هيها قوانين القصور. ان انت تقدر تطبق عليها قوانين الضرب والاسم. طيب. تعال كتب اشواندس? انا لما اجي اقول لك مساء السؤال هيجي لك ازاي? هيجي يقول لك اشترى عمر مسلا تمن تفاحات بمبلغ تمانين جنيه. عمر خليه اشترى تمان تفاحات بتمانين جنيه. ها? كم تفاحة من نفس النوع? نفس النوع يعني في نسبة. يمكن ان يشتريها بمبلغ مسلا مية جنيه. يشتري كم واحدة بمية جنيه? ها? مصطر? هو التمن تفاحات اشترى هم بكم? تمان تفاحات اشترى هم بتمانين. يبقى هنا في علاقة في نسبة بين مين? الفلوس? وعدد التفاحات. هو اشترى عدد التفاحات كم? تمانية. اشترى هم بفلوس كم? بتمانين. طب هو معها كم? مية جنيه. يشترى بها كم واحدة. والله هنا يقوم عامل النسبة. بتعملي النسبة ازاي? تكتب النسبة. تقول له التمانية على مسلا التمانين. التمانية دول جابه تمانين. يبقى كام واحدة? هيجيبه مية. والله هتقول لنا انا فاهمها جيت بعشر. اه جيت بعشر. جيت تها ازاي? والله ممكن اقوم اعامل والله مثل ما ده كسر بتصوها كسر? فقوم اعامل شبه بتاعة كده. لما عندك كسرين بيساقوا بعض من ثبتين بتصوها اعمل علامة ايه علامة اضرب ضويفة بعض? ها? الضرب بتاع ده بيساوي الضرب بتاع دول. مين? وتقوم اعمل كسر. دي مسأل الكسر فتقوم اعمل كسر. مين الاتنين اللي انت عارفهم? والله دول اللي ما توصلينه. بتقول له تمانية. مية على تمانية. وبالقلها الحزبة تشوف هتطلع كم. هتلاقي تلات عشر. هتجيب بالقلها الحزبة بتاعتك. اهو. وتقول له تمانية اعمل كسر. تمانية في مية. وانزل تحت على تمانية. تطلع بكام بعشر. انا اصلا بالتحت. مش محتاجة على حزبة. تاني. هو ده الدرس بتاع النهاردة اللي هو هيجيب لك نسبتين وانت تطلع له بكام. بصوا بشوانتس. بقول لك مسلا تستخدم سيارة خمسة لتر من البنزين لقطع مسافة اربعين. فانا عندي علاقة بيه اللتر. اللترات. والمسافة. طب انا عندي كام? الخمسة لتر. لمشه العربية كام? اربعين كيلو. طب بقول لك ما هي كمية البنزين. يبقى دي اللي انا عايزة. ها? دي مية تمانية وعشرين كيلو. بتاع الكيلو. ها? بتجي تقول له اكتب بقى اللي انت عايز تكتبه. ممكن اقول له الخمسة. دول بيعملوا اربعين. يبقى كام كيلو? ها? وتحط صح. مية تمانية وعشرين. مستر. كسر بيتسوا كسر. او نسبة بتسوا نسبة. فانا جاي ام جاي. في دماغي. تقوم اعمل كسر. ها? بتقوم عامل كروس. مين اللي متوصلين ببعض? الخمسة والمية تمانية وعشرين. دي اللقصة ده فاضبة هي اللي تحته. بتضرب دول فلعب. خمسة في مية تمانية وعشرين وتشوفها تطلع كده. هو ده اللي هو هيجي اعمل هول. الاول انا هتجي لك النسبة جاهزة. بعد كده هحكي لك قصة تطبيق وانت اللي تحلها. طب تاني. بيقول لك مسلا ايه? تعالى هنا بشواندس. بيقول لك حدد اي من الازواج النسب الاتاية ومثلت ناسه. هل الاربعة السبع? هكتبها لك انا هل الاربعة السبع? هي هي هل الاتناشر على الواحد وعشرين? والله ممكن واحد يجي يقول لك. هل انا مسلا لو اشتريت اربع الاربع بورتقنات مسلا بسبعة جنيه. يبقى الاتناشر بواحد وعشرين? ها? هل الكلام ده صح ولا غلط? يكون واحد يقول لك وانا عودة وجه على دماغي لي. مش حضرتك قلتلي لو وهو النسبة. ايه بقى القرصة قد بعضه? اه اضرب دول في بعد كده. اربعة في واحد وعشرين هتلاقى باربعة وتمانين. واضرب سبعة في اتناشر. ها? السبعة اضربه في الاتنين واضربه في عشر. سبعة في اتنين باربعة تناشر. اربعة ومعايا الواحد هو. سبعة في واحد بسبعة. واحد تمانين باربعة وتمانين. ده اربعة وتمانين وده اربعة وتمانين يبقى قد بعض. خلص يبقى ده تناسب بالنسبة دي بتسوي النسبة دي. ممكن واحد يقوم مسك الاربعة السبعة واكتبها على الالحزن. تطلع اربعة السبعة. ايش في اختصارات? طب اللي اتنشر على الواحد وعشرين. تجيب اتنشر على واحد وعشرين. اه ده النسبة بتاعك. اهو. اعمل كسر. وجايب اتنشر على واحد وعشرين. طلعت برضو باربعة السبعة. ها? بتساوي اتنشر على واحد وعشرين. ليه? بتساوي اربعة السبعة. كل دول قضي بعض. دي بتساوي اربعة السبعة. ودي بيكسر اربعة على السبعة. ليه? لان الاتنشر ممكن اختصرها اربعة في تلاتة. والواحد وعشرين تلاتة في سبعة. هكانسل التلاتة مع التلاتة. خلاص? فيطلع لك اربعة على السبعة. انا كوانين النسبة اطبق على كوانين الضرب والاسمة. الاتنين واحدة. طب تاني بشوانت. هل ستة على عشرة? اللي يجيب ستة على عشرة? لو انا في الامتحان بتاعي جبت ستة من عشرة. واحد صح بيجاب عشرة من خمسة عشرين. هلو احنا اللي كنزة يا بعض? مستر. ستة على عشرة دي لو جنت جربها على الحاسبة هتلاقيها بقي تلاتة على خمسة. اكتب ستة على عشرة على الحاسبة هتلاقي طلع لك تلاتة على خمسة. اختصرت منين? لان الستة والعشرة دول في جدول الكامل اللي اتنين. الستة فها كم اتنين? هجي اختصر كده. الستة فها كم اتنين? تلاتة. طب العشرة فها كم خمسة وعشرين. العشرة في الكهن. خمسة في اتنين. الخمسة وعشرين. خمسة في خمسة. كنزل خمسة مع الخمسة فافضلت لك اتنين على خمسة. هل دي بتسوي دي? لأ. فاقول له الستة على عشرة لا تسوي عشرة على خمسة وعشرين. المسبتين مش قد بها. لا تسوي. ها مش قد بها. طب. اللي هيجي لك في الامتحاني. هيجي يقول لك سيبدال الوقت. هيجي يقول لك حل التناسف. اتنين على خمسة بتسوي حاجة على عشرين. يبقى الحاجة دي بكام. مستفى. ما هو راجل ذات نفسه اقال لك ان دول اضبعه ده تناسب. ها? قال لك دول اضبعه. اما اقول لك ده ابني. اقول لك ده الماركر ده ماركر. فينفع اكتبه عالبورد ما انت قلتب ان ده ماركر. ده تناسب. يبقى كروسة اضبعه. تضرب. هتقول له مستر. اتنين فعشرين دول بكام. باربعين. خامسة في كام باربعين. اه يبقى الاكس كمان. واحد مش عايز يشغل دماغه. هيقول لك الاكس هعمل كروسة. امسح دي كده. مين اللي متوصلين ببعض? اللي كمين والعشرين. على مين? اللي الواحده? على الخمسة. ويحطها على الالحز بو يجيبه. تاني. انت لو عندك مسبة يبقى كروسة قد بعض. طب مين اللي فوق ومين اللي تحت? اللي فوق اللي انت عارفك. اللي متوصلين ببعض. اللي تحت اللي فيه حاجة فاضية. مين اللي فيه حاجة فاضية? الخمسة. وبالعقل كده? انت لو حطيت هنا تمانية. تمانية على عشرين هتلقى بالالحز باتنين على خمسة. وممكن بعد كده اقول لك ازاي تجيبه على الالحز با من خط واحد. مفيش فعا حاجة. واحد يقول لك الخمسة كيلو بعشرين جنيه. اه يبقى كل كيلو بكام باربعة. يبقى اللي اتنين كيلو بكام بتمانة. صح. درس جميل جدا الفكرة بده ما قال لك تناسب بيبقى كروسة قدوعة. وتقوم عامل كسر. واللي ما توصلين ببعض فوق واللي الواحدة هو واللي تحت. مستر التلاتة على الاربعة بتسوي حاجة على عشرين. خلي بالك. تلاتة على اربعة ده كتر من نصف يبقى Vernon البنسبة تانية كتر من نصف. يعني انا توقع الاكس ده تطلع كتر من عشر. واحد يقول له الاربعة بقت عشرين. الاربعة بقت عشرين يبقى كل واحدة بتانه. مو هالنسبة انت بتشوف ايه اللي حصل وبتعمل زي. الاربعة بقت عشرين يبقى كل واحدة بخمسة. يبقى فوق ازي هيا. ركام بخمستاشر. ده طريقة. طريقة تانية. يقول لك انا اقعد اوجع دماغي ليه? ما هو مصر حضرتك قلتلي ان بدا من نسبة يبقى كروسة قد بعض. فانقوم موصل كروسة اهان. دول مع دول. مين يا بشمال دي سلين تعرفهم? اللي متوصلين ببعض. التلاتة والعشرين. طب ومين للواحد والاربعة. ثم جابها بالقال حسبة برضو هتلاقيها كام? اتناشر. هتلاقيها? خمستاشر. هتلاقيها كام? خمستاشر. طيب. بقلق خمستاشر. من حاجة بتسوي تلاتين على اتناشر. بسترد ده تناسب. اهو. واصل ببعضه. دول مع بعض. ودول مع بعض. واعمل كسر. اقول له اذا كسر. من اللي متوصل ببعضه? خمستاشر وله اتناشر. ومن اللي الواحد والتلاتين. وتشوف بكم على الال حسب. واحد يقول لك. الخمستاشر بقيت تلاتين. شغل دماغه. شوف بقى كل واحدة باتنين. يبقى تحت. ايه العدد اللي قرره مرتين? يجيب له اتناشر بقى ستة. بقى تطلع. خلاص. الموضوع سهلي جدا. بده ما عندك نسبتين يبقى الكروس وقض بعض. ايه على ستاشر? انا ممكن اكتبه. ما عدد على ستاشر بتصوى خمسة على الاربعة. مستر هو كاتبهم لك جنب بعض. ممكن واحد يقول لي بقى حصل ضرب اللي كمين اللي في النص يضم مع بعض? بيتصوى ضم مع بعض. مين اللي انت عارف هم? اللي في النص بهم اللي يسبقهم هم اللي فوق. بقى ستاشر وخمسة على الاربعة. يلا الوحيد. يلا قصادر مش موضوع. وتشوف طلع الكام. خلي بالي. انت في النسبة العدد الاول اكبر من التاني. ها? الاول اكبر من التاني. فانا متأكد ان الايه دا هتطلع اكتر من ستاشر. بحاجة انا متوقع. ممكن حد يختصر يقول لك الستاشر دي. الاربعة فكام اربعة واحد والستاشر فكام اربعة. اربعة اربعة. اربعة في خمسة كان بعشرين. لهنا الاجابة عشرين. يبقى العشرين على الستاشر لو جيت تتأكد عشرين على الستاشر هيها خمسة على الاربعة. تعالي نجيب الال حسبت ده ونكتب على عشرين على ستاشر. ويعمل خوب كفايتك من القالها الحزب. عشرين عشرين على ستاشر. تطلع بكام? خمسة على الرقم. والقال حزب على طول بتبصي. طيب. تعال نشوف حاجة تاني. بقول لك ستة على تمانية بكام? عايز نسبة زيها. هتلقى الحزبة? بقول لك ستة على تمانية هو سايب لك الرقمين. بتسوي كامل? بشواندس اكتب على الاحزبة ستة على تمانية. وكتب يسوي. هيدا لك تلاتة على اربعة. شطرتك تبع عارف جيت من ايه. الستة ممكن تلاتة في اتنين. ما في الكهة. انا بصغر. اتنين في اربعة. الاتنين مع الاتنين اللي بتطلع التلاتة على الاربعة. عشرين على خمسة وعشرين بتسوي ستة وتلاتين على كامل. مستقر. عشرين على خمسة وعشرين. بتسوي ستة وتلاتين على كامل? اه? نسبتين قط بعض بقى كروس قط بعض. هؤ دول فبعض بيتسوي دول فبعض. ومعمل كاسر. مين اللي انت عارفه? ستة وتلاتين والخمسة وعشرين. بس ستة وتلاتين. في خمسة وعشرين على عشرين. وخلصنا. اللي بعد كده بشوانس. كروس. وخلصنا. طب هنا. فبقول لك اتناشر على كامل. بتسوي كامل على خمسة ومستقر نسبة بتسوي نسبة فاني بقى كروس قط بعض. دول مع بعض. بتسوي دول مع بعض. مين اللي انت عارفهم? اتناشر في خمسة هتشوف اتناشر في خمسة بكامل? والله عشر في خمسة بكامل? مية وخمسين. وتلاتين يبقى مية وتمانية. المية وتمانين ممكن اكتبها كانت? اكتبها عام واحد في مية وتمانين. وخلص. اتنين في تسعين. هنا اتنين وهنا تسعين. يبقى اللي اتناشر على الاتنين بستة. تسعين على خمسة اشار بستة. نسبتين قط بعض. عايز? خلي بالك ده اكبر من ده وده اكبر من ده. نسبتين سابعة. بيقول لك هنا هيوضح الجدوى للمقابل عدد الجنيهات التي يدخلها ابراهيم خلال عدد معين من الشهور. هل المبلغ يتناسب مع عدد الشهور? يعني في نسبة بين الارقم دي مع بعض? نستر ما هو نسبة يعني كسرين بيصاب بعض. هل مسلا لو جيت اقسم? خدت حاجة من هنا على الوصد. هل التلتمية على الاتنين? هشوف بكم? تلتمية لما اقسمها على الاتنين? اه تطلع بمية وخمسين. هل الستمية? ها? لو جيت اقسمها على الاربعة. بكام? والله ستمية على الاربعة برضو مية وخمسين. انت تستفد ايه? والله يقول له استفادي ان التلتمية على الاتنين. هي هي ستمية على الاربعة? يبقى في تناسب. بس بيتن بصابع دي بقى في تناسب? خلص? نعم. خلص? هل المبلاغ ده فيها تناسب? اه. ما لو واحد بيحوش تلتمية في شهرين. هيحوش ستمية في اربعة. ما هو اللي لاتنين بقت الاربعة. يبقى تحت. ضرب في اتنين يبقى فوق باتنين. طب اللي مين بقت ستة شهور. الشهرين بقوا ستة. بقى ضرب في تلاتة. بقى تمتمية هضربها في تلاتة. تسعة عمية. في نسبة مكملة. طب هنا. باش مهندس بيقول لك مسلا هقرأ لك انا المسألة ده عشان الكتابة لسه مش ايه. الطبعة مش كويسة. الطبعة. هقرأ لك انا الكتابة دي عشان الطبعة مش احسن حاجة. وجيت نفس الجسم وحطوته على الامر. لقيته كامل. لقيته خمستاشر. كام يبلغ وزن جسم اخر? طب لو عندك جسم اخر. ها? لقيته. احطته على الارض بستين. بقى وزنه ويطلع بكم? ما انا اقول له في نسبة. ايه هي النسبة? ما هو الارض? الجسم مسلا لما يبقى في المية ما هو لو تقيل في الارض هيبقى تقيل على المية. خفيف على الارض هيبقى فيه خفيف على المية. تقيل على الارض هيبقى تقيل على الامر. خفيف. على الارض هيبقى خفيف على الامر. في نسبة بين الوزنين. نفس الفكرة تقوم عامل النسبتين بتقع. ايه النسبتين والله هتقول له مسلاً بفرض واحد اخد التسعين على الخمستاشر. بس بقائمش صح ده على بتسوي ده على ده. ستين على كزا. والله تعمل كروس برضو. دوت. وبعض. ستين بخمستاشر على التسعين. شوف طلعت دي كان. بصير. اخر حاجة بس ان انت ترسم النسبة. ترسم النسبة ازاي? والله لو جيت ترسم النسبة. تخيل مسلا انا لو راجل بتاع الطماثر. ها? الراجل بتاع الطماثر. قال لك الكيلو بعشرين جنيه. اللي اتنين كيلو اربعين. التلاتة كيلو بستين. الاربعة بتمانية. عايز ترسمها. هترسمها ازاي? والله هتجيب مسلا القراصة الرسمي الباني بتاعتك. القراصة الرسمي الباني بتاعتك ايه? ها? وهتيجي مسلا ان هنا. تعال قلقها ابيض. هتيجي مسلا تقوم رسم الخطين بتاعك. والله ده خطة. وفقي. وده خطة رأسي. والله الخطة الافكة مسلا ده بتاع كيلوات الطماثر. عدد كيلوات الطماثر. الكيلو كيلو تلاتة كيلو اربعة كيلو خمسة ستة سبعة. انا فاهم ان هو ماشي مسلا عشرينات. يبقى هنا كام? ده عشرين. اربعين. ها? ستين. نستطيع. هو كيلو بعشرين. اللي اتنين كيلو بكام? باربعين. تلاتة كيلو بكام بستين. الاربعة بكام بتمانين. الخمسة بكام بمية. وانت ماشي. مستر ايه شرط النسبة? ان يبقى في تناسب. لما تيجي ترسمها لازم يعملولك خط. ها? لازم يعملولك خط ايه? خط افق. والخط ده كمان يكون لازم معد بنقطة صفر. ها? يعني لما تيجي توصلك له ايه معد بالنقطة صفر وصفر? طب لو انت جبت رسمة ولقيت الرسمة مسلا هي? ها? عاملة مسلا خط كده جيت تحط النقط بتاعتك? لقيت النقط مسلا عاملة كده كده. لأ لازم تبقى معدية بنقطة الاصل. طب لقيت مسلا النقط كده. لقيت النقط كده. نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ولقيت جيت توصلهم لايتهم عاملين كده. هل ده تناسب لأ? لازم التناسب يبقى معد خط وفقه ومعد بنقطة طلاصة. ممكن يبقى كده. معد بنقطة طلاصة. اهم حاجة معد بنقطة طلاصة. ممكن يبقى كده. معد بنقطة طلاصة. بكده يبقى الدرس بتاعنا انتهى. لو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو وعمل لايك. ولو انت مش مشترك في القناة شاركنا بالاشتراك في القناة. اتوفيه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.